السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاند من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم من خلال هذا الفيديو في خبر مهم جدا جدا وهو خبر سحب تحديثات 13 التي تم إصدارها للنسخ اللي هي البيتا وضمن هذا الخبر خلينا الآن نيجي نشوف هذا الخبر لا تنسى الدعم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد وتأخذ المفيد هيا بنا تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا خلينا نشوف الخبر بيقول لك الخبر إن هم ايو اي 13 بيتا رول باكد فور ديس ديفايس إيش الأجهزة 13 اللي تم استرداد منهم اللي هو هذا التحديث الآن طبعا شاومي بلجت توصل التحديثات التجريبية للنسخ اللي هي ام ايو اي 13 اللي مش لكل النسخ لها النسخ اللي هي تقريبا الأجهزة العالية شوي ونزلت شوي فيعني مش كل الأجهزة اللي وصلها بيتا والبيتا اللي وصلت وصلت بتواريخ اللي كانت عنا فيه كان فيه 27 وبعدها 29 و30 وهكذا اليوم في عنا أجهزة تم يعني تم اللي هو سحب التحديثات هذه منها ولهذه الأسباب وخلينا نجي نشوف الخبر ايش بيقول بخصوص سحب التحديثات 13 بيقول لك انه في خلال 13 البيتا اللي تم صدورها للأجهزة اللي تم قرأتها قبل هيك في الفيديوهات حكيت انه في عنا أجهزة بيتا وفي عنا في شهر يناير وفبراير ومارس الربع الأول وهكذا فالآن بلشت النسخة البيتا اللي ورجتكوا اياها في الفيديو اللي هي اللي نزلناها وشوفنا ايش المميزات اللي كان في نسخة البيتا بيقول لك في 13 البيتا تم سحب التحديثات بناء على التحليقات الواردة من المجتمع قد تحتوي بعض الأجهزة على مشكلات خطيرة في البرامج يعني في عندك مشكلة والمشكلة مش بسيطة اللي موجودة في اللي هو هذا التحديث اقرأ المقال الذي كتبناه وتحقق مما إذا كان قد تم التراجع عن تحديثك أو لا اطلع معي الأجهزة اللي تم استرجاع التحديثات تحتها عدنا الأجهزة اللي تم اللي هو استرجاع أو تم اللي هو سحب التحديثات تبعتها اللي هو مي ميكس فولد مي إلفين برو مي إلفين برو والألترا ومي إلفين مي إلفين لايت فايف جي مي تن ألترا مي تن برو مي تن اس مي تن مي تن لايت زوم مي سي سي تسعة برو كي أربعين جيمينج إديشن ريدمي كي أربعين برو وبرو بلس وريدمي كي أربعين وريدمي كي تلاتين ألترا وريدمي كي تلاتين آي فايف جي وريدمي كي تلاتين فور جي وريدمي تن اكس برو وريدمي تن اكس آآ فايف جي وريدمي نوت تن برو فايف جي وريدمي نوت تن فايف جي وريدمي نوت تسعة برو فايف جي وريدمي نوت تسعة فايف جي أغلب الأجهزة تخريبا وخلينا نجي الان كمان نشوف ايش التحديثات اللي تم سحبها بالظبط عندك بقول لك هان اللي هو عندك اليوم تحديث يوم 8-12-2021 تم سحب K40 Gaming Edition يعني تحديث 8-12 هذا في مشكلة وتحديث 8-12 هذا اللي هو M.I.O.I.13 from Mi Mix Fold و28-12 Mi 11 Pro والألترا والـ 27-12 Mi 11 Lite والـ 8-12 Mi 10S وـ 9-12 from Rydmi K40 وـ 27-12 from Rydmi K40 وبرو وبرو بلس نفس التحديث يجي له 27-12 Mi 11 وـ 27-12 from Rydmi Note 9 5G وـ 28-12 from Rydmi Note 9 Pro 5G وـ 8-12 from Rydmi K30S Ultra وـ 8-12 K30I 5G وـ 28-12 from Rydmi K30 Ultra وـ 8-12 from Mi 11 Ultra وـ 8-12 from Mi CC 9 Pro وـ 27-12 from Rydmi K30 4G وـ 27-12 أيضا K30 5G وـ 10-12 from Rydmi K30 Pro وـ 28-12 from Rydmi 10X 10X Pro وـ 28-12 from Rydmi 10X 5G وـ 8-12 from Mi 10 Pro وـ 27-12 from Rydmi 10X 5G وـ 27-12 from Rydmi 10X 5G وـ 8-12 from Rydmi 10X 10 Pro 5G هذه كانت الأجهزة اللي تم ساحب التحديثات منها والتواريخ تاعت التحديثات فبقولك المشكلة هنا المشكلة خطيرة كلمة خطيرة يعني فيه مشكلة كبيرة فهو يتعلق لهانا فيه تعلق بإيش المشكلة؟ المشكلة فيه الخصوصية فيه مشكلة في قصة الخصوصية خلينا نكمل الخبر بقولك هنا أنه تم التراجع عن التحديثات هذه اللي تم اللي هو حكينا عنها هنا معنى الكلام أنه بقولك لن تتمكن الأجهزة التي تم ساحب تحديثاتها من استخدام بعض في الوقت الحالي يعني اللي تم تسحب تحديثاته مش هيقدر يعني ينزل التحديث ولكن لا داعي للقلق فإنه التحديثات هترجع تاني هيرجع التحديثات تاني يشوف المشكلة حلوها ويرجع التحديثات تاني ولكن إذا أنت بدك ترجع تمام هايو فيها أنا كمان بقولك إنه هنا المشكلة مشكلة اللي هو رفع أو سحب التحديثات فيه إيش في اللي هو حماية الخصوصية تمام الآن بقولك إذا كان أنت عندك الإصدار هذا منزله على جهازك الإصدار هذا منزله على الجهازك اللي تم سحبه بقولك إنه كن حذرا إنه يعني وياكن يفضل إنه أنت ترجع على التحديث السابق علشان أنت من أجل سلامتك فهنا بقولك كمان إنه التحديث هيرجع أو التحديثات سوف ترجع كمان مرة أخرى ولكن هذه التحديثات الآن تم سحبها واللي نزل التحديث نزله ولا وإذا أنت بلاك ترجع على لازم ترجع أو يعني يفضل إنك ترجع على التحديث اللي قبله علشان سلامتك فهنا فيه مشكلة في موضوع الخصوصية في موضوع هذه التحديثات وهذا كان الخبر اللي حبيت أوصلكو إياه يعني نزل التحديثات طبعا هنا مشكل في أن التحديثات 13 اللي قبلها فهنا أي واحد منزل التحديث بيقولوله هيك فهنا الموضوع مهم جدا جدا بخص يعني هذا الموضوع بخص النسخ يعني اللي تم إصدارها كمان في الصين علشان هم كمان برضو بكونوا بهتمين في هذا الموضوع علشان موضوع الصين يعني كمان مش الموضوع العالمي لأن هذه النسخة أصلا نزلت الآن في الصين وهذا كان ما لدينا نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله لا تنسى الدعم بالإعجاب بالفيديو والإشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام